السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا محبتك. اهلا. اهلا. اتفضلي. اهلا. 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 طب الله يسطرك لو بتتكلمي من تليفون خلوي محمول توقفلنا في حتة فيها ارسال عشان اسمعك كويس. تمام كده كويس. ايوة. اتفضلي. تمام. الشركة اللي انا شغالة فيها الادارة بتاعتها كلها بحيب. طيب. يعني هي شركة ضايرة. كويس. اه. انا وصحبتي رأس المسلمين. ايوة. تمام. طلبت اكتر من مرة ان انا اه عايزة صلي. ايوة. فالادارة رفضن تماما. قطر المدير تكلمتها معي كثير وهو رفض. ايوة. اه فطبعا حاولتين انا اعرف ليه يعني ده هو مصمم اللي هو شغل ومنفعش والخمس ده دول هيعطلوا وكده. طيب. فانا باترم بروح البيت اجمع كل الاربع فروض اللي راحوا مني. انت بتروح الشغل الساعة كام يا استاذة? ساعة عشرة. وبرجع وبخلص الشغل اصلا على ستة موز. اه. اصلا بروح البيت اصلا بكون العيش اقزمت كمان. بتروح اربع فروض راحوا مني. بتروح الساعة عشرة. اه. وبتخلصي الساعة ستة موز. بالضبط. في شغل ما فيهوش بريك خالص? لأ. يبقى تتوجه عشان. تتوجه حضرتك وتشوفي قانون العمل عندنا في مصر. انا بتهيق اللي ما فيش حد بيشتغل. من الصبح لحد الساعة ستة ونص من غير فترة راحة. ان شاء الله تكون عشر دايق ان شاء الله تكون ربع ساعة. بتهيق لي. انا ما عرفش. لازم نرجع نشوف قانون العمل بيقول ايه. هو عشان شغلي اه تلي سلس. فوقف على التليفون اربعة وعشرين ساعة. فحتى لما بيجي بافتر او اه وبرتاح وكده. فبيكون ده وقت وانا شغال حتى وانا بكلم في التليفون. اه. يعني واللي عايز يروح الحمام بيروح وبيكلم في التليفون برضو. لا قريب بقوم بس طبيعي ان ننسي انها اربعة وعشرين يعني في الوقت الشغل بتاعي. بصي 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 يا استاذة. صلي عنها بيقولي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودة. احنا عندنا خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة صح? تمام. عندنا صلاة الصبح تتصلة في وقتها. مم. وعندنا صلاة الظهر. وعندنا صلاة العصر. الشرع قال لو انا عندي مشكلة ان انا صلي الظهر في وقته. والعصر في وقته قل ли تقدر تجمع ما بين الوقتين دول. يعني اقدر اصلي الظهر والعصر اجمعهم مع بعض من اول اذان الظهر اللي هو بتوقيت القاهرة دلوقتي الساعة 12 وخمسة لحد اذان المغرب كده انا عندي كام حوالي هو ست ساعات ست ساعات كاملة قال لي لو لقيت اي عشر دقايق في الست ساعات دول تقدر تجمع الظهر مع العصر يلا يبقى كويس طيب انما طب اصليهم بعد المغرب ما ينفعش تبقى فاتتني الصلاة تمام والنبي قال عليه الصلاة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله احنا في دولة حضرتك بتقولي ده بالنسبة لي جديد يعني انا عايش في مصر بالنسبة لي جديد يعني بالنسبة لي لا العبادة عندنا بتمارس والناس كلها بتؤدي شعائرها الدينية بس من ايه من زودهاش الظهر والعصر اللي اتنين دول ياخدوا صلاة اللي اتنين ياخدوا عشر دقايق المشكلة ان اللي بيروح يصلي بيقعد 3-4 عشرات بيجينا متأخر فييجي بقى المدير يقول لا ما ينفعش الكلام ده تمام والمغرب والعشة ممكن للظروف نجمعهم مع بعض اللي عنده ظروف الطرارية المجند العسكري انتو عارفين انه الصالة نفسها ده فيه صالة اسمها صلاة الخوف يعني حتى في المعركة لازم نصلي ايه وصلاة الخوف ديت ممكن نصلي الظهر ركعتين وممكن فيه رأي تاني نصلي الظهر ركعة واحدة بالنسبة لصلاة الخوف انما لازم نصلي اذا كان القرآن بيقول اذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله بيقولك في الحرب تصلي يبقى في السلم ما نصليش وعلى هذا نلخص الموضوع كله بقى ان الصلاة مش هيدي اللي بتعطلنا واي موظف ناجح اي موظف ناجح الصلاة ما بتعطلوش بس ازاي ازاي نوفق نفسنا حتى لو احنا بنرد على التليفوناتنا والزملة ازاي في الساعة الاولى مثلا واحد يروح يصلي وفي الساعة التانية نقسمها كده نجدولها يلا ونحسب له على الستوب ووتش خمس دقايق يبقى متوضي خمس انت حضرك بتقولي بتدخل الشغل الساعة عشرة فلو ما حافظ على وضوءك الساعة عشرة يبقى ساعتين اتنين والظهر هيئزن يلا خمس دقايق الظهر يتصلى ابيت هيقلي لو زبطنا الدنيا وبعدين الشركات القطاع الخاص يهمها ايه يهمها الانتاج ولا الوقت الانتاج 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 انا يا سيدي حديك شغل بس اصلي الربنا ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا شوف في قضية الرزق قال نحن نرزقك بس لازم تصلي فانا بوجه نداء هو من خلال برنامج خير الكلام يا جماعة لازم نحافظ على الصلاة ولازم نحافظ على الصلاة في اوقاتها والصلاة ما بتعطلناش بس نزبط جدولنا تمام يا استاذة ايو محبش شكرا لك وربنا يتقبل ان شاء الله